أهلا يا نجوة صباح النور عليك ومقدما كل عام وأنت بخير أهلا ومرحبا بكم إذن العاشرة تماما موعد أولى النشرات في قناة البلد أهلا بالجميع أهلا ومرحبا بكم من جديد العاشرة تماما في استوديوهاتنا في قناة البلد وللنشرات إليكم هذه التفصيلات عاد رئيس مجلس السيادة الرئيس الحالي للمنظمة الإيجادة الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان إلى البلاد بعد مشاركته في قمة الإيجادة الطارئة التي اختتمت أعمالها أمس في نايروبي بمشاركة رؤساء الدول والأعضاف المنظمة وكان في استغباله بمطار الخرطوم الدولي الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي وقال السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف في تصريح الصحفي إن القمة التي اختتمت أو اختتمت أعمالها بالعاصمة الكينية الأيروبي كانت من أنجح القمم لمنظمة الإيجاد مذ تكوينها في العام 1986 مشيرا إلى أن قادة الدول وحكومات المنظمة اتفقوا جميعا على تكثيف التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه المنطقة وأوضح وزير الخارجية المكلف أن قادة الدول والحكومات في القمة يشهد بالدور الكبير الذي قام به السودان في تنظيم وإنجاح القمة وقيادة العمل بالمنظمة رغم الظروف السياسية المعقدة التي يمر بها السودان ودول الإقليم ونوه السفير علي الصادق لأن القمة وافقت على أن تكون الخرطوم مقر لتوارئ الصحية تابع لمنظمة الإيجاد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتريتش عن أمنه في أن يخلق انسحاب الجيش من المحادثات السياسية التي يسرتها الآلية الثلاثية للاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ويونتامس فرصة للسودانيين لتوصلوا إلى اتفاق يؤدي في نهاية المطاف إلى انتقال بقيادة مدنية نحو الديمقراطية في السودان وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفن دوغاريك في طبيعين صحفي تشجيع الآلية الثلاثية الحوار بين جميع أصحاب المصلحة للتوصل إلى اتفاق حول المضي قدما لاستعادة الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية وشدد دوغاريك على دعم الأمين العام للدعوات بإشان إجراء تحقيق مستقل في حوادث العنف بما في ذلك من خلال آليات العدالة الانتقالية المناسبة دعت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في السودان للعودة إلى الانخراط في حوار لإيجاد حل يدعم تقدم السودان نحو حكم يقوده المدنيون والديمقراطية وانتخابات حرة ونزهة وقالت الخارجية اطلعنا على تعهد البرهان بحل مجلس السيادة بالسودان وندعو الجميع للعمل للانتقال لحكم مدني قال القيادي البارز بالحركة الإسلامية دكتور أمين حسن عمر في تصريحات صحفية إن خطاب رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني الفريق أول رقن عبد الفتاح البرهان يحمل تفسيرين الأول يشير إلى إعطاء فرصة للقوى السياسية والمدنية أن تتحاور برشد وتتوصل إلى رؤية حول الدستور والسلطة التنفيذية ومستقبل الفترة الانتقالية والانتخابات مع تأني أول جيش مؤقتا حتى يتفق الناس ثم يحمل جيش خيار الناس فهذا أمر مقبول ومشروع ومطلوب يحمد عليه والتفسير الثاني هو التملص من المسؤولية الوطنية والدستورية هو أمر قير مقبول وتابع نرجو أن يظل الجيش قدرة حامية لحقوق الناس واستقرار البلاد وأمنها ويعدت البلاد إلى أياد الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة بعد فترة انتقالية راشدة متوافق عليها ومراقبات تحت النظر للقوات المسلحة التي همها الأول ليس أن تحكم ولكن لتتأكد أن ما يجري في الساحة العامة يقود لاستقرارها ويقود لتمكين الشعب ليقول كلمته الفاصلة عبر الانتخابات دعا نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور إلى إعمال صوت الحق أو صوت العقد والاستجابة لدعاو الغلابة الذين يرزحون في أتون النزوح كما دعاه لإضافة ما يراه مناسبا في وثيقة سلام جبا وقال دقلو لدى مخاطبته حشدا كبيرا من مكونات ولاية وسط دارفور بالساحة الشعبية بيزالينجي إن المفقود في ولايات دارفور هو التعايش السلمي وقبول الآخر مؤكدا دور الإدارة الأهلية في تنظيم حياة المجتمع من خلال إسهامها في حل القضايا مشيدا بلاكهزة الأمريكا بوسط دارفور لجهودها في عقد المصالحات ومحاربة كل مظاهر التفلط وتنسيقها في ذلك مع الإدارة الأهلية المتمثلة في التعاوي رياضيا حقق الهلال فوزا صعبا على الهلال الأبيض بنتيجة سفر أو هدف دون مقابل على إستاذ الخرطوم ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدور السوداني الممتاز سجل هدف فوز الهلال مهاجمه محمد عبد الرحمن في الدقيقة الستين من ركلة جزاء وحافظ الهلال على صدارة الدوري بأصوله للنقطة الحاذية والستين بينما تجمد رصيد هلال الأبيض عند النقطة الثانية والعشرين في المركز الخامس عشر قبل الأخير وفي مباراة أخرى حقق المريخ فوزا مهما على أهل الخرطوم بهدفين نظيفين باستاذ جبل أولياء افتتح السمان الصاوي تزييل مبكرا للمريخ في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء ونجح الجزول النوح في تزييل الهدف الثاني مستفيدا من تمريرة السمان الصاوي في الزمن بدل المبدد وانتفع المريخ برصيده إلى ثمانية وخمسين نقطة في المركز الثالث الثاني في ترتيب الدوري الممتاز لقرة القدم بهذا نكون قد وصلنا وياكم إلى ختام العاشرة من قناة البلد نعود مرة أخرى إلى النجوة لتكملة ما تبقى من صباح البلد مرحبا بك نجوة مرة ثانية